طبيعة ساحرة تتمتع بها أرض سيناء، تتنوع ما بين الجبال والسهول، الوديان والشواطئ، إضافة إلى مياه البحر حيث الشعاب المرجانية والأسماك النادرة. ولتعظيم الاستفادة من هذه المقدرات الطبعية، تقوم الدولة بخطوات متسارعة على مشروعات لتنشيط قطاعي السياحة والأثار بأرض الفيروز ضمن استراتيجية التنمية الشاملة. من ضمن تلك المشروعات، جاء افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر 2020 بتكلفة تقدر بـ 812 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ ومحميات سانت كاترين. كما خصصت الدولة 41 مليون جنيه لصالح مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة، الذي يبدأ من سيناء، وتم إطلاق مشروع التجل الأعظم بسانت كاترين، والذي يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس. وبشأن مشروعات قطاع الأثار بجنوب سيناء، يجرى استكمال تطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بتكلفة بلغت نحو 300 مليوني جنيه، في حين بلغت تكلفة استكمال حفائر الأثار المصرية والإسلامية والقبطية أكثر من 12 مليون جنيه. بينما بلغت تكلفة استكمال ترميم الأثار المصرية نحو 4 ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وفيما يتعلق بقطاع تيران تم تطوير مطار سانت كاترين لتبلغ ساعته الاستيعابية نحو 600 راكب في الساعة. هي بنية أساسية ومشروعات تنموية تسمح بزيادة أعداد السائحين في أرض لا تزال تسخر بالكنوز ويتوافر بها كل أنواع السياحة. ترجمة نانسي قنقر